عندكم العاية الشديد التطلع في الدرش تحسو برأسكم معيانين الناس اللي عندهم اركابة يضرهم عندهم العظام ديالهم يحرقهم الناس اللي عندهم مشكلة المعدة أو الامعاء الناس اللي بغوا نطفو الكابد ايضا الناس اللي عندهم مشكلة في الكلاوي وتاعيو بثاف وتستخف حيث اليوم نعطيكم واحد العصر الرحمة ديال الله الناس اللي عندهم توررون ركبتين والصاقين رغان احتباس سوائل في الجسم ثمنون اعطيكم هذا المشروب انتطف لكم الجسم بالكامل ايضا يشتغل فيتامينات للنس الذين لديهم فقر الدم سوف يجربون هذا الأسبوع الأول الأسبوع الثاني ويشتغلون الجميع اليوم هو الكلوروفيل يشتغل فيتامين سي لا تشيرهم الصيدلية اليوم سوف نعطيكم هذا المشروب يشتغلون هذا الناس سوف يكون لديكم نسبة عالية الحديد ممتاز جدا الناس الذين لديهم الآفر يجربون هذا العاصر غير يجربون منذ 15 اليوم لا يريدون أن يجربونه 15 اليوم الناس الذين يمرضوا في فصل الشتاء المكونات سبحان الله يخلقها في فصل الشتاء المكونات سوف نعطيكم التواجد أو متواجد بكثرة المكونات سوف نعطيهم مجانا فترة الشتاء فترة الشتاء يكتب لي علاقة يقول لي أنت كدابة لأنه يقوى المناعة ويرفع من المناعة بشكل ممتاز جدا الناس الذين يضربون من البرد سيلة يضربون من البرد نهار يومين سوف يبرعون وليس لن يكون ذلك المرد المعتادين عنه يبقى الانسان يشد الفراش مدة أسبوع وكثر جربوا لي هذا العصير راه ممتاز جدا تيرفع المناعة ومنطولش عليكم ونبدأ على بركة الله بسم الله بالنسبة للناس اللي تعانيوا من هشاشة العظام وعندهم نقص في الكالسيوم أحسن حاجة يستعملوا الخص أحسن من الحليب راه الخص فيه نسبة عالية ديال الكالسيوم أيضا الناس اللي تعانيوا أو عندهم السرطان لا يشافيهم يستعملوا الخص في بلاسة الحليب لأنها يحتوي على نسبة عالية ديال الكالسيوم أيضا غادي نحتاجوا شوية ديال المعدنوس والقصبور المعدنوس والقصبور راح تاوى فيه الكالسيوم وفيه البوتاسيوم وفيه الحديد والكبريت والفوسفور وراه ممتاز جدا للبشرة والشعر سنأخذوا غير شوية يعني عريشات ديال ديال المعدنوس وعريشات ديال القصبور أيضا غادي نحتاجوا للشبت اللي هو هادك العروشة اللي تيكونوا في البسباس را تيعطوه مجانا تيعطوه فابور غادي نحتاجوا أيضا الكرافس اللي يحتويه غاني بالفيتامينات اللي ذكرت لكم كيف قلت لكم هاد المجموعة او هاد تركيبة هادي راه خارقة راه غادي تشربوا غادي تحسبوا واحد القوة واحد الناشاط راه ممتاز جدا هنا كنت تشوفوا عندنا البصلة فنأخذوا فقط 4 حبة ديال البصلة وإلا كانت البصلة حمراء من الأفضل هنا كنت تشوفوا عندي قطة ديال الحامض تاوي يعني فيتامين سيرة ممتاز جدا كي النسل غادي يقول كايدرني في المصران ما تخافوش لأننا نحن ديرين مع الشبت وسنعرفوا بأن الشبت راه ممتاز جدا تيحيد لنا لغاز فلهذا فشنخلط الحامض مع الشبت ما تخافوش نهائيا راه الشبت بحداته تيحيد لنا لغاز الناس اللي عندهم مشاكل ديال لغاز يطحنوا غير الشبت مع الماء واشربوه كيف قلت لكم ذاك الربيع اللي سيكون في البسباس راه ممتاز جدا ومتواجد فات الفترة هذه بكثرة راه يعطي لكم الخطار فابور كي تشوفوا عندي ايضا خيزو غادي ناخده نص حبة ديال خيزو إلا كان خيزو صغير سناخده غير وحيدا وعدنا ايضا الليمون اللي عنده فقر الدم غادي دير شوية ديال ليمون مع واحد طريف ديال باربا انا هنا درت شوية ديال ليمون اللي ما بغاش يدير ليمون ما يديروش اللي هو البرتوقال باش الناس ديال الدول خلان كل شي فهمني وكيف قلت لكم راه ديروحت الحامض راه الحامضته هو ممتاز جدا راه غاني فيتامين سي وخصوصا هاد الفترة ديرو الحامض راه ما عنده تشي علاقة بالمسران حيث كي الناس اللي واخدين فكرة غالطة انه تيدرن في المسران راه ما تيدرش نهائيا في المسران غير ما ناخدوش على الجوع او نشربوه على بطن فارغة فاناكلوه من وراء الماكلة راه ممتاز جدا تنشدو بحل خص عندي هنا الخص الشبت الربيع هذه المسائل كاملين تنغسلوهم في بانيون ديال الموت ندير علهم شو ديال الخل هتقولوا لي علاش نقول لكم بحل خص بحل معدنوس الأشياء اللي اللون دياله خضرر ستكون فيها واحد له جرثومة ويليس تسبب لنا جرثومة المعيدة لذا دائما هتقول لكم وتنشرية الخص او المعدنوس دياله خضرر والمعدنوس الاخلي ايضا الاخلي لان زران المعيدة ايضا يناكل خضرره من المشاف وتنصح الناس انتمشون المطعم لنغذة واتفو لكم الخص لا تكل اوه لان ما لنعرفنا كيفية تغسله وانه تغسله غير بالماء او كيفية الاخلي ديال عندما تنقر بحل او غير نص دقائقة يعني تنظروا هذا الشيء في الماء نصدقائقة ليس ترى كما يفقد الشيء الفوائد والفيتامينات في الماء. فقط نحسب نصف دقيقة. نعود نغسله جيد. نقطع كل شيء. هذه المسائلات كاملة نقطعهم. نضعهم في الميكسر وتنطحن مع الماء. قد تكون كمية قليلة للماء. لا تكتروا بالماء. تنطحنه جيدا. إذا كان عندكم الخلاط يطحن جيدا من الأفضل. تنطحنه جيدا. ومن بعد تنشربه في البلاسة. كي لا يقولك ساعة أو ساعة أو ساعة. كيف تحني تشرب هذا ووسره. من الميكسر الكاس نشربه. ديركت. يعني لا نجعله قسم أو قسمين يبدأ يفقد في الفيتامينات دياله. الكيمياء التي تكفيرها تلك الخمسة ديال الناس. نشربه ما بين فترة الوجبة الفطور والوجبة الغدام. يعني نقدر نشربه مع 12-12 ونصف المدة. ما نستعمل في هذا العصر هي مدة 15 اليوم متتالية. ومن بعد ساعة أو ثلاثة مرات في الأسبوع. سوف ندخله في النظام الغدائي ديالنا. لأنه مقوي. لماذا قلت لكم. أنا مدة 15 اليوم. لأنني أنا فشفت 15 اليوم. بدأت نحسن حسب رأسي بحالي سيدر بني الضفل صحتي. والتي لديني نسبة الحديد. زيدة في الجسم ديالي. لك شعر قللت منه. والتي فقط تندخله في النظام الغدائي ديالي. سوف ندخله ثلاثة مرات في الأسبوع. لا تنسوا ليش موحد اللايك وديروا تعليق. والبرداجي باش تعمل الفائدة. وأي سؤالة تنجاوب عليهم. اطلقوا فيديو جديد مع السلام.